اشتركوا في القناة والخميس والجمعة والسبت كمان لان يوم السبت كان فيه الافلام الفائزة بالجوائز كلها والجوائز تم اعلانها بالفعل يوم الجمعة مبكرا وموجودة على الموقع بتاع المهرجان ممكن تشوفوها والافلام اللي حنتكلم عنها النهاردة فيه منها افلام كان ليها نصيب في الجوائز والاربع افلام اللي احنا شفناهم اخر اربع افلام في المسابقة الرسمية اه كانت افلام جيدة بشكل متفاوت ولكن افلام جيدة وحتكلم عن الاربعة في الحلقة دي اه بنفس الترتيب بترتيب الاقل افضلية للاكثر افضلية ولكن مقدرش اقول ان في منهم اي فيلم كان محدد او اقل من المستوى طبعا ده شيء مستبعد جدا يعني بس وارد ولكن في الاربعة دول نفيش كلام ده الاربعة افلام عجبوني والاربعة افلام استمتعت بيهم بالاضافة الفيلمين كمان شفتوهم او لا فيلم وعدد من الافلام الفيلم الاخر اللي شفته هو فيلم ده موريتينين الفيلم الانجليزي بتاعة جودي فوستر وبيندد كومبرباتش بس ده احتمال نعمله مراجعة منفصلة فمش حتكلم عنه النهاردة والافلام القصيرة اللي كان ليها نصيب من الجوائز وفي واحد منهم حنتكلم عنه والنهاردة يبقى اجمال الافلام اللي حنتكلم عنها خمسة وخلونا نبتلي على طول بالفيلم رقم اربعة في الافلام الطويلة الفيلم هو فيلم ياباني اسمه ويل اوف فورتشن ان فانتاسي للمخرج ريوسوكي هاماجوشي ده كمان مرة زي الفيلم اللي اتكلمنا عنه اعتقد في الحلقة اللي فاتت منقسم لعدد من القصص القصيرة ولكن القواسم المشتركة المرة دي واضحة هم تلت قصص قصيرة القاسم المشتركة الاول ما بينهم هو ان في مركزهم في امرأة والقاسم الاخر هو عنصر الزمن ان دايما مرور الزمن بيأثر معانا على الاحباد يا اما احنا بنتكلم عن حدث لنتائج مترطبة على فترة زمنية مرت بحدث احنا ما شفناهوش يا اما بنشوف الجانبين من الاحداث الحدث الاول وبعدين زمن بيمر وبعدين نتائجه وهكذا الموديل الاول او الشكل الاول موجود في قصتين منهم والموديل التاني موجود في قصة منهم القصة الاولى عن مسلس حب وتعقدات مرور فترة من الزمن على علاقة الراجل بواحد من امرأتين موجودين معنا في القصة القصة التانية هي محاولة اغراء بتنقلب ضد صحبتها والقصة التالتة هي مقابلة بالصدفة وبالخطأ بعد مرور فترة من الزمن على ذكريات قديمة للشخصيات اللي فيها التالت قصة زراف جدا ما فيهمش تعائدات فلسفية اكتر من اللازم يمكن القصة التانية بس بتاعة محاولة الاغراء دي اللي فيها بعض التعمقات من خلال الحوار ما بين الشخصيات اللغة السينمائية لغة بسيطة فيها تنقل ما بين المشاهد الخارجية والمشاهد الداخلية باريحية كبيرة فيها بعض الرمزيات من المشاهد او الزوايا اللي بيتم تناولها ولكن بدون تعقيد اكتر من اللازم والحوار هو اللي بيتحكم في كل اللي بيحصل بشكل كثيف جدا ولكن ما هوش يعني الحوار بيبقى طويل في بعض الاحيان ولكن بعيدا عن الاشكال الفنية المعقدة بتاعة اللقطة الوحدة اكتر من اللازم والكلام ده كله كمان الاداء التمثيلي فيل تلات قصص كان جيد واعتقد ان الفيلم ده فاز بالجائزة الفضية الكبرى بتاعة المهرجون مش قادر اقول ان هو فوز غير مستحق او حاجة زي كده ولكن في تقديري الشخصي كان في بعض الافلام الاخرى الافضل والاحق مع الوضع في الاعتبار انه كمان مرة فيلم كويس جدا وما فيهوش اي مشاكل معايا انا شخصيا هنروح بعد كده للمكسيك وفيلم اكتب موفي للمخرج الونسو رويس بلاسيوس وده فيلم وطائقي في تصنيفه الرئيسي ولكن طريقة السرد بتاعته غريبة شوية ودي حاجة هتتكرر معنا في الفيلم الافضل ما بين الاربع افلام اللي بنتكلم عنه من نهاردة في رأيي الشخصي الفيلمين دول يا جماعة الفيلم ده والفيلم اللي هتكلم عنه قبل الاخير في الحلقة بيتميزوا قوي في حتة نقل الافلام الوطائقية من خلال اسلوب السرد لحتة جديدة لحتة مختلفة شوية بعيدة عن الافلام الوطائقية اللي بتمزج ما بين التمثيل وما بين المشاهد الحقيقية او القائمة بالكامل على المشاهد الحقيقية او القائمة على الانترفيوهات او القائمة على الاشكال الفنية المعقدة الفيلم ده اسلوبه السردي مختلف تماما اولا احنا بنبتدي من خلال قصة ضابطة بوليس في المكسيك وهو ده اللي الفيلم بيحكيه عموما معاناة ضباط البوليس في المكسيك من خلال الفساد جوه دوائر الشرطة والجرائم اللي بتحصل في المجتمع والفساد بتاع الدوائر السياسية اللي ليها تأثير على عمل رجال الشرطة هناك والاخطار اللي بتعرضوا لها وكل الامور دي الضابطة دي او الضابطة دي بتحكي لنا ازاي دخلت سلك الشرطة وازاي اترقت جوه وازاي وصلت للمكان اللي هي فيها وبنشوف معها بعض القضايا المهمة او بعض الحوادث المهمة اللي هي بتتدخل فيها ولكن هي بتحكي لنا قصتها دي بطريقة غريبة جدا هي بتحكيها لنا وهي بتحصل يعني اثناء حدوث الحدث اللي احنا بنتكلم عليه هي بتكلمنا وهي بتعمل اللي هي بتعمله سواء مثلا في مطاردة بوليس في محاولة قبض على حد في اثناء قيامها بملء بعض التقارير جوه شغلها جوه اسم البوليس او الكلام ده كله بتتكلم معنا وحركة الكاميرا زكية جدا وهادية جدا وشيك جدا فيها كلاس يعني بتنقل لنا ازاي انت بتبقى جوه الحدث وبعدل لما تقرب تكتشف ان الصوت ده صوتها وهي بتكلمنا من البداية وبعد كده الانتقال بيتحرك منها لجوزها اللي هو برضو ضابط في نفس الاسم والغاية نص الفيلم تقريبا انا كنت مرتبط لان انا مش فاهم هما دول ممثلين ولا هما دول الشخصات الحقيقية هما بيحكوا اصلا قصة موجودة على ارض الواقع ولا لأ ولو هي كلها على بعضها قصة خيالية اما لإيه حكاية الفيلم الوثائقي دي ولو دول ممثلين برضو يبقى إيه حكاية الفيلم الوثائقي دي وفي النص التاني من الفيلم الصورة بتتضح لنا وانا مش عارف ازا كان حيبقى فيه فرصة لحضراتكم تشوفوا الفيلم ده ولا لأ لانه على فكرة من انتاج نتفلكس ومش عارف انا بصيت على الناتفلكس ما لقيتوش مش عارف ازا كان حينزل وحيبقى متاح لنا ان احنا نشوفه ولا لأ ولا مش حينزل لنا خالص الله هو اعلم عموما يعني انا بنادي ان الفيلم دي وتحول الناس تتفرج عليه خصوصا الناس المهتمة بالسينما علشان تبتدي تاخد افكار جديدة ازاي الناس بتحاول تجدد في الشكل الوثائقي بس انا هقول ايه اللي بيحصل بشكل عام سريعا بنكتشف ان اللي احنا كنا بنتفرج عليهم دول ممثلين ولكنهم بيحكوا قصة شخصيات حقيقية والنص التاني من الاحداث هم بيحكوا ازاي بيتقمسوا الادوار دي ايه هو التدريبات ايه هي التدريبات اللي مروا بيها ايه هي الحوادث الحقيقية اللي كانوا موجودين معها ايه هي التمرينات ايه هي المذاكرات ايه هي الطريقة بتاعت الدخول في الشخصية وتبنيها وفي اخر الفيلم خالص بنشوف الشخصيات الحقيقية وبيحكوا لنا قصتهم لان قصتهم لها بعض الابعاد المعقدة شوية الفيلم فاز بجايزة في المهرجان فاز بجايزة الدب الفضي المساهمة الفنية المتميزة انا معرفش اذا كانت دي جايزة معتدة في المهرجان ولا لا مش حاجة بقول ان انا مذكر الدنيا كويس بس انا مقدرش الاقي وصف افضل من كده المساهمة الفنية المتميزة فعلا في شكل فني جميل وكل انا بنحبه كل المهتمين بالسينما بيحبوا الافلام الوطائقية حتى مع تعمقنا اكتر جوا ناتفلكس بقينا بنى تبنى اكتر الافلام الوطائقية والمسلسلات الوطائقية ولكن مساحة التجديد فيها دايما قليلة المرة دي قدام شيء فعلا مختلف الفيلم التالت اللي هنتكلم عنه هو فيلم بلد او قصة البقرة البيضاء وهو فيلم ايراني فرنسي ولكنه ايراني في المقام الاول لان الممثلين كلهم ايرانيين ولان الاحداث كلها بتدور داخل ايران الاخراج لبحتاج صناعي والمريم مقدم ومريم مقدم ايضا بتشارك في بطولة الفيلم في دور مينة ومينة امرأة بسيطة عندها بنت بتربيها والبنت دي صماء ما بتسمعش ومرت بمأساة صعبة جدا وهي ان زوجها تم اتهامه في جريمة قتله واعدم ولكن قبل ما تمر سنة على عملية اعدامه دي بيتم استدعاءها للمحكمة مرة اخرى عشان تقابل واحد من القضاء اللي بيقول لها بكل هدوء وكل برود احنا اسفين احنا الحقيقة اكتشفنا ان زوجك ما قتلش ولا حاجة وصوري من الاخر يعني وطبعا في فدية بتصرف لها او بيتم يعني تأكيد ان في انها مستحقة مستحقة لفدية معينة على ان تقبضها في وقت اخر طبعا الحدث ده لتأثيرات مريرة جدا على حياتها سواء عملية الاعدام او عملية الاعتذار اللي هي بتستقبله لانها من ناحية بتطالب اكتر من كده هي بتطالب باعتذار رسمي من المحكمة اللي اعدامت زوجها وعلى ما يبدو تم اكتشاف ان هو كان اعدام ظالم اللي حصل دوت بيخلي فيه اطمع من عيلة زوجها فيها وكذلك في بعض الاشخاص اللي بيخشوا حياتها بقصد التكفير وانا مش عاوز احرق في الاحداث اكتر من اللازم لان الفيلم ده لازم يتشاف الحدوتة بتاعتنا حدوتة مباشرة حدوتة درامية من الوزن الثقيل جدا ولكن ليها ابعاد 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 متيرة للجدل على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني كمان لان البقرة البيضاء اللي احنا بنحكي عليها دا هي بتاعة قصة صورة البقرة وفي رمزيات كتيرة قوي لها علاقة بموضوع البقرة دوت موجود داخل الفيلم والرسالة بتاعتها برضو مش عايز احرقها قوي بس هي ليها دعوة بقدوسية القدرة على تأكيد ان في حد قام بجريمة قتله واتخاذ قرار اعدامه وهنا بننتقل للشق السياسي والشق الاجتماعي اللي ليه دعوة بحكم الاعدام دا كله على بعض وكل الجدليات القائمة حواليه والاثر الاجتماعي بتاعه من ضمار مش بس بيلحق باسرة ممكن تكون فقدت حد مهم لها لا الموضوع بياخد شكل موجات وموجات وموجات والفيلم بيشرح ده من خلال حدوتها وبدون اي تعقدات من اي نوع ومن خلال مواقف درامية ثقيلة ثقيلة جدا كمان مش بسيطة على الاطلاق على مستوى الحوار على مستوى التصميم ما فيهاش اي نوع من انواع المبالغات الحدث اللي احنا بنتكلم عليه حدث جلل وكبير جدا ولكنه سهل قوي نتخيل انه هو ممكن يكون بيحصل كل يوم الفيلم للأسف مكسبش اي جائزة في المهرجان وانا شخصيا شايف ان هو كان يستحق جدا جائزة السيناريو وجائزة الاخراج على الاقل والفيلم الطويل الاخير اللي حنتكلم عنه في الحلقة دي وهو افضل فيلم ما بين الاربعة الاخيرين اللي شفتوهم وقد يكون من افضل افلام المهرجان بشكل عام وحتة ترتيب افلام المهرجان اللي شاركت في المسابقة الرسمية من حيث الافضلية في تقديري الشخصي شيء جائز ولكن صعب حقيقة مش عاوز اخوت فيه في الحلقة دي بالتحديد الفيلم اسمه مستر باكمان اند هس كلاس فيلم وطائقي الماني للمخرجة ماريا شبت ده الفيلم التاني اللي بقولكم عليه بياخد التصنيف بتاع الافلام الوطائقية وبيقدم من خلاله شيء جديد وشيء منعش جدا الاحداث بتاعتنا بتدور داخل فصل دراسي في المانيا فصل المدرس اللي هو مستر باكمان ومستر باكمان دوت رجل كبير في السن عنده 65 سنة مدرس موسيقى وانجليزي والماني ورياضيات لو انا واخد بالي من الموضوع صح في فصل بيتكون من عدد كبير من الطلبة من جنسيات مختلفة منهم ناس اصلا ما بتتكلمش المانيا او لما دخلت الفصل ما كنتش بتتكلم المانيا نتكلم في اطفال ما بين اتناشر واتراتاشر واربعتاشر سنة ولاد وبنات شخصياتهم مختلفة جدا وخلفياتهم مختلفة جدا اللي جاي من المغرب واللي جاي من تركيا واللي جاي من بولغاريا واللي جاي من كازاخستان واللي جاي من روسيا والموضوع انا انا شخصيا فقدت القدرة على ان انا اجمع كل الناس ديات جاي من ين على الرغم من ارتباطي بيهم اثناء الاحداث على مستوى الشخصيات يعني انا اعرف اقول لكم حسن واعرف اقول لكم ايمن واعرف اقول لكم معرفش مين البنات كلها والولاد كلها اعرف ممكن لو ركزت شوية اطلع خمستاشر اسم لكن صعب اقوى فتكر مين جاي منين وهو ده اللي بيحصل في الرحلة بتاعتنا لان راجل مخلص جدا في عمله وراجل مهتم جدا بالولاد دول عارف كويس قوي انهم كلهم جايين من اسر متوسطة وجايين من خلفيات كان فيها تنقلات كتير ومش بعيد يكون مستقبلهم في تنقلات اخرى وهو بيحاول ان هو يحافظ على فرصهم في انهم يخشوا مدرسة ثانوي ويتعامل معهم على المستوى العاطفي ويتعامل معهم على المستوى الاجتماعي ويحسسهم ان هم موجودين في بلدهم احنا بنكلم على بلد صغيرة جوا المانيا مش برلين او ميونيخ او حاجة زي كده ويعرفهم اكتر بتاريخ البلد ويخلق لهم جدور جواها ويساعدهم في نقاط الضعف اللي موجودة عندهم اه الفيلم طويل الفيلم داخل في اربع ساعات وانا لما ابتديت هتفرج عليكم انتم متصور ان انا هتفرج على ساعة ساعة ونص اخد فكرة وبعدين هقفله ما قدرتش انا كملته لغاية اخره النقطة السلبية اللي موجودة فيه بس ان هو على مدارع عشرين دي اقف نص وكده لما بيركز على تاريخ المدينة فقدني شوية لانه كمان التلت ساعة دي جات متأخرة جوا الفيلم وانا كنت اتعبت بالفعل لكن طول ما انت معايشني مع قصة مستر باكمن ومعايشني مع قصة الولاد اه وقصة الاطفال وقصة عائلاتهم انا مندمج جدا ايه بقى الغريب في الفيلم على مستوى السرد داخل الافلام الوطائقية ان ما فيش اي تعقيب او اي تعليق من اي نوع لا في انترفيوهات من الشخصيات مع صناع الافلام ولا حتى هم في بعض الاحيان بيعودوا يتكلموا مع نفسهم فبنعرف اكتر ايه الدنيا اللي بيحصل كله هو توثيق للاحدات اليومية لحصة رياضة لحصة علوم لاخناء ما بين اتنين من الطلاب لولد من الطلاب مسلا بيلعب رياضة معينة فبنروح نتفرج عليه وهو بيلعبها لأحد الوالدات بتيجي في المقابلة بتاعت المدرسين واولياء الامور وبتحكي المشاكل اللي البنت بتمر بيها آآ الموضوع ملموس جدا وواقعي جدا واللي اغرب من كده عادة لما بنتكلم على افلام زي دي يعني اللي بقوله دوت مش غريب في الافلام ولكن بنحس دايما ان يا اما الشخصيات عندها حالة من حالات الارتباك لعدم ارتياحها في انها تعيش حياتها بشكل طبيعي وفيه كاميرا بتصورها او ان الكاميرا دا بتبقى مخفية قوي في عادة الصورة بيبقى فيها بعض المشاكل او الصوت بيبقى فيه بعض المشاكل ده مش موجود في الفيلم الفيلم دا يا جماعة ممكن يكسب جوائز في بعض المهرجانات على مستوى التصوير لانه تصوير رائع جدا جدا واضح جدا والكدرات ياها خبرة بيضع السحر اللي موجود فيها كدرات من الحياة العادية يا جماعة ومع ذلك اللي بيختار الكدر بيبعت من خلاله رسائل رسائل طفولية ورسائل اجتماعية ورسائل رومانسية ورسائل بالهابل الفيلم من اروع ما يمكن اللي يقدر انا ما تصورتش ان انا حستحمل اربع ساعات الى تلت تقريبا بس لما تخش جوه الفيلم تبقى مش عايز تخرج منه رجعني لايام المدرسة حسيت ان انا موجود في الفصل بتاعي اكتشفت ان الفصول الدراسية في كل حتة في العالم مش مختلفة قوي عن بعض وان ديناميكية التعامل ما بين المدرس وما بين الطالب وما بين الطالب وما بين الطالب الاخر وما بين الطالب وما بين عيلته التقلبات المزاجالة موجودة عنده شيء موجود عند كل الناس وطريقة التعامل بتاعة الرجل العظيم ده مستر باكمان ده من شأنها انها ترفع اجيال والله وتنهي اجيال اخر فيلم اعاوز احكيلكم عليه عشان لو اتيحت اي فرصة لأي حد انه هو يتفرج عليه فهو لازم يتفرج عليه هو الفيلم القصير اللي فاز بالجائزة الكبرى ما بين الافلام القصيرة وهو فيلم ماي انكل تيو دور وهو فيلم احداثه بتدور في مولدوفا والانتاج بتاعه لبلجيكا والبرتغال والمجر والاخراج والكتابة والتصوير والمنتاج لالجا لوكوفنيكوفا اه ده فيلم مدته عشرين دقيقة الاحداث بتاعته بتبدأ بشكل عادي جدا ما بين الافلام القصيرة فيما يبدو كما لو كان توثيق لبيت الاسرة يعني اه قلجا موجودة في بيت العيلة امها موجودة وستة كبيرة جدا وخالتها وجدها او سوري عمها او جوز خالتها اعتقد جوز خالتها ناس كبيرة اوي في السن عايشين حياة بسيطة جميلة اوي هدية جدا في البيت ده والموضوع بيبدأ كما لو كانت زيارة عادية منها ليهم اه بتتكلم فيهم عن ذكرياتهم وعن اه ذكرياتهم عنها هي لما كانت صغيرة لغاية لما الموضوع بيتطور لمواجهة اه الفيلم ده من اكثر الافلام المنعشة والمبتكرة والصادمة في نفس الوقت اللي تعاملت مع الملف بتاع التحرش وبالذات فكرة استغلال الاطفال وبالذات بنتكلم على الاستغلال العائلي اللي داخل نفس العيلة والصدمة او الكارثة النفسية اللي بتعرض لها الاطفال اللي بتعرضوا للتجارب دي وكيفية التعامل بتاعتهم معها اللي بتندرج من اول الانكار التام والتعايش في قلم طوال العمر بشكل منفصل لغاية القدرة على المواجهة ونشر الموضوع كمان على مستوى واسع وهو ده اللي الفيلم بيحصل واللي بطلته او مخرجته او المؤلفة بتاعته او صحبته بشكل عام بتختار انها تسلك الطريق دوت علشان تتخلص من الصدمة دي بعيدا عن الاجواء الوثائقية والاجواء الروائية بتاعت الحدوتة اللي احنا بنتفرج عليها او المواجهة اللي احنا بنتفرج عليها وطريقة تصعودها الصادمة جدا زي ما بقول الفيلم على المستوى البصري رائع التصوير ما يبنش زي ما يكون تصوير هاوي تصوير محترف وتصوير عنوعي الكادرات فيها رسائل كتيرة جدا بعضها رسائل رمزية الى حد كبير ولكن من داخل المنزل باختيار بعض العناصر عشان تبقى هي التجربة البصرية اللي احنا بنتفرج عليها بينما التجربة السماعية بتكون حاجة تانية اعتقد ان الفيلم ده يعني وصولا لموسم الجواز بتاع السنة الجاي بقى ان شاء الله لان لو العرض الاول اللي كان في مارس يبقى هو بعيد عن موسم الجواز بتاعي السنة دي اه اتصور ان لو كان ليه نصيب واتمنى انه يكون ليه نصيب واتوقع انه هيكون ليه نصيب ان حضراتكم تدوروا عليه وتتفرجوا عليه لان ده شيء مهم بس كده يا جماعة كل السنة انتوا طيبين اه مهرجان برلين اتفرجت على كل افلام المسابقة الرسمية وتفرجت على فيلمين تلاتة خارج المسابقة الرسمية وتفرجت على الافلام القصيرة اللي فازت بجوائز بالنسبة لي انا محصول كويس وان كنت لازم اعترف ان كان الوقت الوقت يسمح باكتر من كده بس والظروف اللي ما سمحتش باكتر من كده اتمنى التغطية تكون عجبتكم وتمنى السنة اللي جاية او المهرجان اللي جاية اللي هنكون موجودين فيه نكون موجودين فيه فعلا وننقل لكم الاجواء مش بس الاراء والمناقشات بتاعة الافلام لو في اي اقتراحات لازاي نحسن التجربة دي في المستقبل وازاي نخليها تستمر وازاي ما نخليهاش مقتصرة على المهرجانات الكبرى فقط ياريت تقولولي في القومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة له وعجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على تويتر لأ تويتر دي تعطي قناة تاني تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي